تلاقي في القناة في الآخر يقول لك ولسه في أكتر من كده بص هي عادة النادي الأهلي مش هيشتريها وعادة جماهيره اللي ما بيشبعوش وده سلوك جيد يعني عادة اللي يقول لك اللي ما بيشبعش ده سلوك ومش جيد لأ في الكورة في الرياضة إنك ما تشبعش بطولات وإنجازات ده سلوك حميد جيد رائع والنادي الأهلي بتتكلم من 1907 بتتكلم في 116 سنة جوع دائم للبطولات جوع دائم هكسب طول الوقت وأنا جعان طول الوقت يا أخي طب إشبع لا أنا عايز أخد كل البطولات خلص بطولة النهاردة زي ما كريكابتنا أحمد حسن بيتكلم من شوية عندي سوبر أفريقي وعندي سوبر مصري وعندي كاس مصر وعندي بطولات طول الوقت طول الوقت الأهلي شغال طول الوقت الأهلي بينجح بص في ناس ممكن تقولك أصلي الإدارة عندها مش عارف مشاكل إيه أصلي الجهاز الفاني ده برضو عنده قصور مش عارف إيه أصلي انت ما تعرفش اللي بيحصل في قط اللبس في النادي الأهلي عاملة إزاي بص يا جماعة يعني في حاجات منطقية وطبيعية محدش بينجح في العالم في العالم كله في أي مجال إلا لو مجتهد ممكن تشتغل بمجاملة ممكن تشتغل بواسطة ممكن تشتغل بـ بيعني حد زقك زقك كده بس عمرك ما تنجح إلا لو انت بتكتهد وبتشتغل بضمير فأكيد كل ما نعمل في النادي الأهلي عشان يهدوا خمس بطولات هذا الموسم لعالمة كاملة حتى الآن لأ ناس اشتغلت ونسك تهدد الكل دون استثناء فكلهم لهم التحية معجب جدا هذا الموسم بمرارة نعطية بحمد فتحي حسين الشحات بير ستاو علي معلول محمد هاني كهربا طبعا الشناوي كل اللعيبة اللعبة للسنادي للأهلي عملوا موسم عظيم وقابليهم كريم فؤاد وأكرم طوفيق قبل الإصابات اللي كانت مع بداية الموسم كلها أسماء عظيمة ورائعة يا بخت جماهيري النادي الأهلي بفريق النادي الأهلي بمنظومة النادي الأهلي بجوع النادي الأهلي الدائم للبطولات خالي انت بتشجع النادي الأهلي وتقول الوقت يعني النهاردة انت بتخلص بطولة وتقول امتى البطولة الجاية يا جماعة هلالي هلعب السوبر امتى يا حبيبي انت بحتفل لا 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 أنا عايز اكسب طول الوقت طب انبسط شوية لا 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 أنا طول الوقت مبسوط كده كده أنا عايز اكسب طول الوقت طول الوات طول الوات